نبدأ بقى بحريف الأسبوع اللي فات كان ملك الحركات طبعاً أزبقي محمد بركات وكنا سألنا حضراتكم بعد ما استمتعنا الحقيقة بلقطات كتيرة جداً ومشاهد وأهداف تعلق فيها محمد بركات في مشواره مع النادي الأهلي سألناكم عن أفضل هدف من وجهة نظركم لمحمد بركات والأراء أجمعت على أنه هدفه في مباراة الزمالك تعالوا نفكر حضراتكم بمباراة التعادل 3-3 الهدف الثالث للنادي الأهلي تعالوا نشوفه مع حضراتكم ونرجع نشوف مين حريف النهاردة ترجمة ن Millet ملك الحركات بقي كان ولد الحقيقة بركات كان واحد من أهم اللعيبة اللي جات في تاريخ النادي الأهلي وخصوصا في العشر سنين الأولى من الألفية الجديدة اللي شاهدت الحقيقة انطلاقة المرد الأحمر وسيطرته شبه الكاملة الحقيقة على كل البطولة اللي دخلها سواء على المستوى القاري أو على المستوى المحلي وبالتأكيد طبعا أول ظهور للنادي الأهلي في كاس العالم للأندية وهو النادي المصري الوحيد حتى اللحظة اللي ظهر في كاس عالم للأندية وكان الجيل ده اللي فاز بأول برونزية